السلام عليكم imperative 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 noun اسم في اللغة الإنجليزية فعل أو أمر في علم النحو في اللغة الإنجليزية an imperative form of a verb شكل الأمر للفعل is used to say an order لتقول طلب stop the machine open the door stop the machine أطفئ أو أغلق الآلة open the door افتح الباب كل هذه بفعل الأمر الفاعل you present 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 صفة في اللغة الإنجليزية معناتها حاضر happening or existing now يحصل أو يتواجد الآن present 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 حاضر what is your present occupation ما هي وظيفتك الحالية present 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 continuous adjective مستمر not stopping not stopping لا يتوقف continuous pain ألم مستمر present continuous مضارع مستمر في اللغة الإنجليزية رح نتكلم عنها الآن بعد هذا الفيديو perfect 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 تم أو كامل هي صفة في اللغة الإنجليزية adjective complete and correct in every way كامل أو صحيح في عدة طرق أو بعضي الطرق it was perfect copy of my signature كان نسخة تامة كاملة لتوقيعي it was perfect copy of my signature take off فعل مع حرف جر أو حال verb فعل في اللغة الإنجليزية يقلع الطائرة يخلع الملابس تصريف الثاني talk تصريف الثالث taken this is verb one this is verb two this is verb three if a plane takes off إذا الطائرة أقلعت it's being to fly هي تكون تطير take off take off take off take off take off take off imperative present continuous present perfect take the tires off انزع الإطارات I am taking the tire off now أنا أشيلها أخلاعها الآن I have taken the tire off خلعتها شلتها أزلتها take them take off the tires I am taking off the tires now I have taken the tires off now لاحظ بالبداية هنا take off off بينهما الإسم take off بينهما الإسم الإطارات لكن لما استخدم ضمير take them off I am taking them off I have taken them off أفصل ما بين الفعل والحال بالضمير ومن الخطأ نقول take off them no not I am taking off them all these sentences are not correct ليست صحيحة فلذلك أفصل ما بين الفعل والحال بالضمير إذا ما استخدمت ضمير لكن إذا استخدمت اسم tires الإطارات أنت أمام خيارين إما تفصل ما بين الفعل الحال والفعل بالإسم أو تجمعهما مع بعض take off take off take off present symbol present continuous المضارع المستمر شكله فاعل I فعل مساعد am بعدين verb one plus ing بإضافة ing I am taking the tires الإطارات of now وممكن أفصل ما بين take off بالإسم أو أقول I am taking off the tires this is present continuous مضارع مستمر يحدث وقت الكلام he الفعل المساعد هو إيش is بعدين verb number one he is sleeping now هو نائم الآن he is sleeping now وهذا الزمن يحدث وقت الكلام وقت الحديث عن الفعل اللي يحدث وقت الكلام it is called present continuous أو present progressive present continuous فاعل فعل مساعد آما وإزا وآر الفعل رقم واحد بإضافة ing وما يدل على الحدث now الآن present perfect جملة أخرى we ما هو الفعل المساعد we are we are drinking or eating نحن نأكل الآن we are eating now we are eating now ea نحن نأكل الآن فاعل فعل مساعد الفعل رقم واحد بإضافة ing جي وماذا عن present perfect ماذا عن present perfect المضارع التام أو ما يسمى المضارع التام present perfect خلينا نشوف شكله كيف يكون this is regarding technical english present perfect فاعل للجملة مساعد بعدين verb 3 التصريف الثالث taken i الفعل المساعد اما have أو have بعدين verb 3 i have taken the tired off خلاعة الإطارات خلاعتها في الماضي القريب he has taken the taken off the tired كلها هما صحيحة لكن لما استخدم them للإشارة إلى الكفرات لا يمكن أفصل ما بين ال verb والفعل لا يمكن أضع them لا يمكن أفصل بينها بين take و off i hope it's clear another sentence drink الفعل drink يشرب drink يشرب drink drunk drunk بقول نحن شربنا الشاهي we الفعل المساعد have we have drunk coffee شربنا قهوة we have drunk coffee ففاعل we الفعل المساعد have أو has حسب الفاعل بعدين verb 3 أما إذا كان الفعل غير منتظم وليس شاذ هذه الأفعال غير منتظمة أقول another sentence i have opened the door أنا فتحت الباب verb 3 بإضافة ed للفعل يتكوين التصريف الثالث إذن الهدف من هذا الدرس هو أن لما استخدم take معها إذا استخدمت ضمير لابد أفصل ما بين take و off بالضمير وذن عايد على الإطارات take them I am taking them off I have taking them off not take off them not I am taking off them not I have taking them off them must be here يجب أن تكون ما بين الفعل والحال this is the end don't forget subscribe, share, like and notification please bye bye